في مؤتمر انعقة سنة 1978 يعني من حوالي 45 سنة كده يعني ظهروت عمري المثقفين والإعلميين والنخب اللي ربنا مبتنا بهم في الفترة دي ركز في النقطة دي لان كل اللي هتذكر في الحلقة دي يخليك كده طبينك وبالنفسك طول اه اه انا تضحك عليه وقال لي المهم عشان ما طولش عليكم قولو طول في 15 مايو سنة 1978 عقدت كانق سورتستانيات الأمريكية بمدينة كيلينئ اي بولاية كولرادو وفي أمريكا في ذكرى قيام إسرائيل والمؤتمر ده حضره 150 من كبار القصاوسة والمنصرين المحترفين وعلماء العلوم الاجتماعية والإنسانية ولي نقشه 40 بحث وطبعا نشرت الأبحاث دي ومناقشاتها وتوصيتها واللي تنشرت كان ألف صفحة طبعا بعد حسف الموضوعات الأكتر حساسية بخير اللي هقوله النهاردة ده مش هو الأكتر حساسية المهم يا سيدي كم من أهم بنود المؤتمر ده هو تنصير المسلمين وكان خطتهم كالتالي الأول نقد والمخاططات القديمة لتنصير المسلمين وبدأ يرسموا المخاططات الجديدة قبالك ده من 45 سنة واللي بتدعوى إلى اختراق الإسلام تحت عنوان في صدق ودهاء ليتم التنصير من داخل الإسلام والثقافة الإسلامية ومن الحاجات التي تنقشوا فيها وفعلا كانت ملفتة لانتباهها إن قالوا بالنص إن الإسلام هو الدين الوحيد اللي يناقض مصادره الأصلية قصص النصرين وإن النظام الإسلامي هو أكتر النظم الدينية المتنسأة اجتماعيا وسياسيا ده غير إنه حركة دينية معادية للنصرانية مخططة تخطيطا يفوق قدرة البشر وإن هم بحاجة لمقات المراكز تؤسس حول العالم بوسطة النصارى للتركيز على الإسلام وتوصيل فيهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام في صدق ودهاء يعني هم بيعترفوا إنه هو أسسا شيء سماوي وتكلموا إنه يشتغلوا على التنصير على العمال اللي بيشتغلوا في شركاتهم أو الطلاب اللي بتعلموا في جامعاتهم واخد بالك بقى من حتى الجادي إنهم تكلموا عن استغلال الخراب اللي بيتسبب فيه الغرب في بلاد المسلمين واللي بينتج عنه لاجئين في بلادهم لمن 45 سنة تكلموا عن اللاجئين اللي بيجوا بسبب خراب بلادهم لبلاد النصارى وإنهم لازم يستغلون موضوع ده كويس وركزوا أكتر وأكتر على اختراق المرأة المسلمة على وجه الخصوص وقالوا بالحرف الواحد إن النساء هن المفتاح لزرع الكتاب المقدس في المجتمعات الإسلامية وحطوا خطة من خطوات واضحة للوصول للمرأة وهي واحد شمول جزء كبير من العمل التنصيري إنشاء المدارس للتعليم النساء وفق النموذج الغربي يعني مدارس ماشية بالنموذج الغربي مش النموذج الإسلامي اتنين ضرورة الهرب من الصراع الفكري المباشر بين الكتاب المقدس والقرآن والتركيز على عالم السحر والشيطان والعفاريط والبلد لازراد وفي الآخر تقديم المسيح بديل النصرانية للتأثير الشيطاني اللي يهاجم النساء وخاصة في المجتمعات الإسلامية فخلاص نحن مش نخش بقى في نظرات الكتاب المقدس والقرآن لا خلينا بقى في العفاريط والشياطين وحاجات دي والحاريم بتحب الحاجات دي أوي يعني بصراح حاجة في هاسس بنسي كده وهم بيحبوا الحاجات دي والتالت حاجة ضرورة البحث عن النساء المعروفات بالتدين أو الزعيميات في مجتمعاتهن للعمل فيه خلالهن على التنصير يعني نشوف لنا شوية تحريم كده إن كان متدينين أو زعماء في مجتمعهم ودول أكتر ناس يفدون بنشر الفكر الأوروبي واللي خلفه هو التنصير ودولوقت المؤتمر اللي عد عليه 45 سنة ده ومع الواقع اللي احنا عشنا خلال الفترة اللي فات كلها وبالأخص الخمستاشر السنة اللي فاته نقدر نرؤ أو الاثناشر السنة اللي فاته نقدر نقول فهده يخلينا نقول يا جماعة إحنا بنصاق بالسهولة دي وإحنا حتى بدون ما نهتم بإن إحنا نقف في اللحظة لتأمل مع نفسنا ونشوف فعلا اللي إحنا بنحارب عليه ده حقيقي ولا إحنا بنضحك على نفسنا وبنحارب وبنعم المنظرات على كلام فارغ فعليا ونسينا أصل لنا وأصل رسالتنا وأصل حياتنا في الدنيا دي فأنا أتمنى أنتفكر من أول وجديد إحنا وجدنا في الدنيا دي ليه ربنا خلا نعشك عشان نعبوده ونذكره في الأرض فلو أنت مش على الطريق ده أعرف أن حياتك ملهاش هدفك من آخر فبس نشوفكم على خير وسلام ترجمة نانسي قنقر